الروح والعزيمة كابتن الروح والعزيمة احنا شفناها بصراحة منتخب مصري اسم مرعب شوف رغم الاسماء دي كلها اي فرقة في افريقيا والعرب بتيجي تلعب منتخب مصر في الف حساب بيقابلوا منتخب مصر خايفين وده نقطة لازم نستغلها لازم نبني عليه لانت بتلعب منتخب مصر منتخب مصري التاريخ بتاعه عليهم كعبه عالي وعمل انت صاركت وعمل شغل كتير على كل الفرقة تقريبا على اغلب الفرقة الافريقية وهو سيد افريقيا بسبع بطولات فالمنتخب المصري تاريخ كبير جدا لازم النقطة اللي حضرها قلت عليها المهمة جدا لازم يقبلينا شخصية منتخب المصري شخصيته كذا احد المنتخبات يقبأ احد المنتخبات دايما المرشحة منخشها يبطول احنا دايما بمرشحين البطول بس لازم نسبة ده مش مجرد ان منتخب مصري داخل باسمه لا عادش حد بيلعب على الاسم لازم يبقى عندنا العناصر وطيما يقولك التاريخ خلاص التاريخ ده في الماضي لكن انت ليك الحاضر ولازم تتعامل من المنطق ده وانت ليك تاريخ طويل جدا الناس اكيد بتحترمه لكن شغلك في الحاضر هو اللي بيرسخ فكرة ان انت عندك تاريخ وكمان على المستوى الحاضر انت كمان فريق قوي جدا طيب نتكلم على انت شايف الميزان لصالح مين في المباراة النهاية شفنا المنتخب التونسي بيحقق طبع الفوز على مصر وشفنا المنتخب الجزائري في مباراة صعبة جدا أمام المنتخب القطر مباراة نهاية شايفها زي هي مباراة صعبة يا كبير بغض النظر ايفرق manufactured. اي مباراة دير بشمال افريقيا اي مباراة دير بشمال افريكيا زي ما شفنا المجرب والجزائر مصر والمجرب مصر وتونس المباراة دي بتباة صعبة جدا يا كبير المباراة مش هتخلص بنتيجه كبير انا بقول لك من دلوقتي مباراة بفرق هدف زي ما حصل مع مصر كده وتونس أو فرق اتنين واحد حاجة كده يعني دايما درب شمال أفريقيا فرق شمال أفريقيا مبارياتها مع بعضها صعبة صعبة جدا وبيعملوا حساب لبعض وكل فرق فيهم حافظة تانية جدا ومنتخب تونس أحد يعني النقطة المهمة اللي عايزين نقولها منتخب وديا حزرا ده حصل معافة بطولة أفريقيا لو تفتكت يا كابتن منتخب تونس أحد المنتخبات اللي بتعلق مع البطولات بتعلق أول مع البطولات المجمعية يعني هو بدأ بشكل سيء في بطولة كاس العرب ما كانش فرقة حلوة وخسر من سوريا اتنين في مفاجأة كبيرة ولكن بعد كده من مباراة المباراة الفرقة بدأت تعلق بدأت تخش أجواء البطولة وتعلق ومستوها من مطشل التاني بيعلى فأنا أتوقع أكون مباراة صعبة مباراة طبعا أنا كنت صعبة ولو تكلمت على غيابات كثيرة جدا على مستوى المحترفين في المنتخب الجزائري المنتخب التونسي لا يغيب عنه الكثير يعني يمكن 3-4 لعيبة غيبين وبالتالي هو ده القوام 80-70% هو القوام الأساسي لمنتخب التونسي هو خيص اللعب مهم جدا في مطشنة كابتل ناسير مرياح جاله رباط صليبي يعني نتمنى له الشفاء ولكن هو خسارة كبيرة ناسير مرياح من أفضل اللعيبة عندهم في الخط الخلف